فلما يتعامل في قالب درامي وطبعا هو الأنيميشن وشغل الكرتون هو الصغار وكبير يتفرج عليه بالضبط مش الأطفال بس فأنا كأب هتعلم والأسرة كلها هتبدأ في شكل طيب ده هيخدنا لي الرصيد أو المخزون اللي حضرتك بنتي عليه بما أن حضرتك مشرفة على المحتوى الدرامي الخاص بالأطفال أكيد في جولات أنا عارف أن حضرتك أعملت جولات في الصعيين ده حقيق ده حقيق والأماكن اللي كان فيها حياة كريمة صحيح كلمين عن تجربتك بقى في التعامل مباشرة على الأرض مع النمازي دي مع نورة بقى اللي موجودة على الأرض بالضبط عايز أقول حكي أن أنا لسه ما فيش من 4-5 سيام كنت راجعة من جولة مع المجلس القومي للمرأة فيه برضو مطار مشروع تنمية الأسرة المصرية وتمكين الفتيات والأطفال في قرى في النوبة والقرنة والطارف وعدت مع بنات في سن نورة وشفت بيفكروا إزاي البنات دكتور ويسف عندها يعني ثقة بالنفس بس محتاجة اللي يدعمها عندها أفكار بس محتاجة اللي يحطها على الطريق اللي يديها ثقة بالنفسانة تقدر تعمل حاجة تقدر في المستقبل تضيف تبقى فاعلة في المجتمع برنامج نورة بيحقق ده من خلال الجلسات اللي بتعامل مع الفتيات جلسات نفسية نشوف مشاكلهم جلسات اجتماعية إزاي تتعامل لو وجدت أي مواقف من مواقف الحياتية اللي ممكن تواجهها بقى لما تنزل للشارع لسوق العمل للجمعة كل اللي يدعم في الصعيد تحديدا آه لأ بنتحرك في كل الكرة بس يعني مؤخرا أنا كنت فعلا في الصعيد لكن المشروع قائم بالتزامن مع مشروع حياة كريمة في كل الكرة المصرية اللي هي الكرة الأكثر احتياجا اللي بتشتعل عليها مشروع حياة كريمة فأنا بشتعل مع حياة كريمة كسفيرة الحياة كريمة وبتشرف أنها بشتعل مع المجلس القومي للمرأة أيضا وإحنا كنا من فترة تناولنا مسألة المبع الصغير وشفناها في الصعيد نمازج مبارد طب تمنين على أولادنا هناك بيفكروا إزاي البنات هناك نورة في الصعيد بتفكر إزاي نورة في الصعيد أولا عندها تطلعات أما عدت مع البنات عايزين تطلع يوحدة قالت لي مثلا عايزة أطلع على رئيطة فضاء بنت تانية قالت لي أنا عايزة أعمل مشروع لأنها بشتعل على كمان ريادة أعمال وتسكيف مالي للبنات دول تسكيف مالي الشريحة دي بمعنى بمعنى حضرتك أن أنت لو معيك مبلغ إزاي تتصرف فيه وإيه الفرق بين الاحتياجات والرغبات إيه الفرق بين الاحتياجات ويعني إيه قوة شرائية إيه هي قوة شرائية من سن كم حضرتك لأن أكيد كل قبي بيواجه المقتل والله أنا بشتغل بقى مع ده من سن 87 سنين مع الأطفال بقى تسكيف مالي اشتغلنا ده في كفر شبرة اليمن في الغربية واشتغلنا ده في الطارف في القرنة ومؤخرا في توماس معافية كذا كاريا أنا بس أمرس معانها معليش جاهل أنا في القرنة لا 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 من ناحية الغربية بس شبرة اليمن كفر شبرة اليمن في الغربية لا مش فتصاد لا إحنا مش عايزين نحدد هي عايشة في القاهرة مش عايزين نحصرها في محافظة معينة أو قرية معينة بحس أنه أي بنت بتتفرج على نورها تحس أنه نورها منها وهي من نورك وقالعكتها كمان في نقطة حضرتك مهمة جدا علاقة البنت بأخوها بالذات لو البنت أكبر بتعمل معها إزاي أم ولأ وساعات في بنات دي بقى شخصاتهم قوية حتى على الأخوها الأكبر بالضبط فإزاي إن هي بتحتويه وإزاي إن هي كمان علاقتها بجدتها فده حلو أين حاجة بتقرب كمان دائما بنقول عندنا فجو ما بين الأجيال لا هي نورة صديقة لجدتها وبتدعم جدتها وجدتها صديقة لها وإزاي هي يعني الأسرة كلها متشابكة مع بعضها إحنا مش هلزين نحرق العمل وإنا هساعد حضرتك على ده